سبسيفي غرافتي اقدر اعرف عن طريقها البوليوم و اذا طعني ويت اقدر اعرف البوليوم و اذا طعني بوليوم اقدر عن طريقها اعرف الويت فهي دائما تحولي من الويت لبوليوم هذا ما رأينا بس لتأكيد و بنفس الوقت نطيني ميكستشرة اقدر اعطينا مانته سبسيفي غرافتي بالاخير على سبيل المثال بطيك 1000 مول من السيرب سبسيفي غرافتي مانته هذا 1.3 سبسيفي غرافتي مانته تختلفه كميته تختلفه رح اجيبت الكزير مادة ثافة بها 1000 مول والسبسيفي غرافتي مانته تختلف اجي اضرب كل واحد بوليوم سبسيفي غرافتي رح يطين الويت رح يحصل الويت الكلي مع المواد الداخله هذا المكتشر على البوليوم النهائي فقعد سبسيفي غرافتي بعض المكتشر ويت على بوليوم سبسيفي غرافتي هي ويت على بوليوم فالبين سبعمية وخمسين تقسيم 2400 يطلع واحد بوينت اربعة ستة هذا المكتشر وراء ما خبطت هذة ثلاثة سوليوشنز حصلت سبيسيفيك جرافتي الجديدة ايضا اذا عندي دفرنت مكتشر اريد اعرف معكم دفرات سوليوشن اخلطهم واحصل سبيسيفيك جرافتي اللي انا اريدها وهذا سبيسيفيك جرافتي او سبيسيفيك جرافتي تكون بالنص عندي محلول بليستيرين سبيسيفيك جرافتي مانتا 1.25 وعندو ووتر لسبيسيفيك جرافتي معروفة هي 1. اريد احضر ادول اخلطهم احضر سبيسيفيك جرافتي مانتا ما بينهما ما بين الواحد و الربع الى الواحد اللي هي على سمثال 1.10 1.1 هاذا شو نحلها بنفس الطريقة اما الاليجيشن الالترنت اخلي سبيسيفيك جرافتي الاعلى فوق اخلي سبيسيفيك جرافتي الدزار بالوسط اخلي سبيسيفيك جرافتي اللي هي بالنص اطرح 1.4 ناقص 1 يطلع عندي بويند 1.5 part of water الواحد ناقص 1.10 يطلع عندك 10 part of the water اذا نسبتهم 1 الى 1.5 1 الى 1.5 1 الى 1.5 وبالتالي 2 الى 3 لما نضربه في 2 ها بيصير 10 ها بيصير اه نضربه في 20 ها بيصير 2 ها بيصير 30 قسمهم بصير 2 الى 3 فاذا هذا 10 ها 15 موضوع جدا مهم ولطيف في الوقت هو موضوع الايزا تونيك سوليوشن بالميديكال تيرم ما علينا الايزا معناه السيميلر وهو هذا بريفيكس والتونيك ناخده من القوة فايزا تونيك معناها متساوى القوة سوليوشن محاليل اذا سوليوشن with the similar tonicity كمقدمة وان الصولفان والصوليوشن يحصل عن نفوذية مالة حد ما الثنينات محلولة ديووت والكنسترايتيد يصرون نفس الكنسترايشن ها العملية المرور من الدليونت عن طريق سمي اختيار النفوذية يسموها تناضح بالحقيقة الدم على سبيل المثال بي مي و بي بارتكال الضغط يسمي هيدروستاتيك برجر الذي عاكس الضغط الذي يحتفظ بالمي يسمي أونكوتيك برجر هذا الأونكوتيك برجر الذي يقومه المليكول حاول تحتفظ بالمي بينما المي يحاول يطلع من البارتكال يروح للمكانات حسب الكنسيطراتيك الأونكوتيك برجر حالة الأزموسيس هو أزموتيك برجر يشبه الأونكوتيك برجر و يختلف مع طريق سلوتيك يعني المسؤول عن تكوين أزموتيك برجر هم البارتكال إذا هو صوليوت هذا نون الكترولايت يعني ما يتفكك إلا آيونات التسوليوشن يحتوي على تكوين أزموتيك برجر يحتوي على مليكول لي كما قلت لكم مرتبك و الأزموتيك برجر يختلف مع الملابطة هذا الأزموتيك برجر يختلف و يختلف يختلف إذا السوليوت هو أزموتيك برجر هذا المحلول المعناه هي ويطينها متكونة من عدها وبالتالي الأزموتيك برجر راح يعتمد على بوث إذن بساطة عندنا أزموتيك برجر الصولبنت يتجه من الأزموتيك الحد ما يوصلها مرحلة الساوي مسؤول عن هذا الحركة ضغطه هيدرو من كلمه مي مسؤول عنه الووتر ما يهمنا يهمنا أونكوتيك برجر اللي هو مسؤول عنها مسؤول عنها البارتكور عندنا بصولها عامة الارتكور اللي هي الكترولايت والنون الكترولايت النون الكترولايت اللي هي ما تتفكك بالمحلول للمكوناتها الأصلية ولا الأيونات المتكونة من عدها وبالتالي من نحتب الأزموتيك برجر فهنا نعتمد على فاكتر واحد وهو الوزراني من الجنية وهو المولكول وهو الوزراني من الجنية اذا اعتماد نفت عن الوزراني من الجنية لكن اذا لدينا مادة ثانية وهنا هستثم مقودت الى مكوناتها في ال connected to 100% فهنا ستتلقى البرتكالي الاصلي جديد ومكوناتها مثل على المثال A K O H يدعونا K و H لذلك لدينا ثلاث مواد بالسوليوت الواحد لأنه الكترولايت في هذه الحالة رح يعتمد على من؟ رح يعتمد على السوليوت نفسه وعلى الدقري هذا السلايد رح نكمل نفس الاسم وإذا القوة أضعف إذا القوة أكثر إذن هايبرتونيك حسنا مشاويات بالتونيك هذا أيجا تونيك أيجا تونيك أو هايبرتونيك أو إذا دي كريز بالتونيك إذا زيادة بالتونيك هايبرتونيك تمام نحن سبق نقصد نقول أيزوتونيك نقصد أنه هابا السوليوت يشبه البودي فلويد يعني يشبه البودي فلويد يشبه البلازمة بالتالي هذا أيزوتونيك سوف تروح من الموسط ومن الانفيرومنت وتروح الملل البتوريو وبالتالي سوف تصر بها أدي ما تنتفخ وبعدين تنتفخ نحن نفس الشي على كريات الدم الحمر إذا كان المحلول أيزوتونيك معناها شوو ويتقل ويكريات ويطلع بالتساوي ما يسوينا مشكلة لكن إذا كان هايبرتونيك معناها يعني داخل لنا سولفت هايبرتونيك بمقاررتهم بال YPC أو RPC رح يطلع الفلويد من داخلهم يروح الملل للوسط أو بالعكس إذا خلنا هايبرتونيك رح يجينا فلويد من من برة من الفلويد مالات نوية رح يدخل كلها بداخل من بداخل RPC وينفخ وبتالي همت الفجر لذلك نحن الأفضل حل أنه نسوي ضغط Tonicity مالك لوبة نريد نحضره وندخل بداخل جسم الإنسان نزلقه كانت تكون أبرع ويكون محلول مغذي يكون Aizotonic هذا Aizotonic حسبه يقول أنه يعادل 0.9% weight per volume sodium chloride Aizotonic هو 0.9% weight per volume sodium chloride هذا نقترى سطر نحفظ نحتاج اليوم وباتر وعقوة وبحياتنا العملية إذا نظر مثلا على Aizotonic Solution هو sodium chloride اللي احنا بالعام بالشارع نسميه المحلول المالح المغذي مالح يسمونا الجماعتنا المغذي المالح من اللي تجتقر تركيبة مادة هو 0.9% weight per volume sodium chloride فإذا واحد أقل منها بال 0.9% معناه نسمي hypotonic إذا اعلى hypotonic اللي نحتاج احنا نحتاج Aizotonic اتفقنا انه حتى نحسب الـ 2060 نحتاج نعرف انه هذا concentration of the solute او هل هو يتفكر dissociation or not اتفقنا بحالة انه الاكترولايت وال concentration فقط وما نحتاج لأنه مصلا ما رح يتفكر فما نحتاج نحسب dissociation factor بحالة الاكترولايت رح يتفكر الى اتز او يونز تمام بما انه رح يتفكر اذا نحتاج 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 نحسب dissociation factor اللي هو يحتمد على نقطتين اساسية الى اي درجة رح يتفكر المحلول وكم بارتكل رح حصل عندي to what extent of dissociation يعني هذا KOH او NACR رح تتفكك تتفكك 100% 80% 90% متفكك 100% صار عندي بس KOH صار عندي بس NA وCR يعني ما ضل عندي ملح لو تفكك 90% ضل ملح باقي 10% او العكس فهذه rate of kst 10% ما تفكك و 5% بما انه عندي NA OH أو NA CL هذي المحلول الكبيرة NA CL تفكك الـ NA وCL صار عندي NA CL وحدة NA صود موحدة وCL الوحدة وعدي 3% ولكن حالة اللون الكترول هي بارتكل واحدة لذلك صار علينا لزام انه نعرف dissociating factor dissociating factor هو عامل مهم جدا لقياس المدى مع التفكك اتسين او dissociation مع الموليكور رياضي غمز مالده هذي الاية المايلة رياضيات شون نحس به هو از اراتيو او توتال نمبر او بارتكل فالو ان دي سو شي اذا ان يحسب عدد البارتكل اللي راح تصير بعد جزئات ورما اخر تفكك نسبة الى number of molecules before dissociation على سبيل البثال راح يبسط لك اياها يقيف عندك 100 موليكول من نسبة موليكول وال موليكول 80% هذا المد مالتها لتحضر راح تفكك 800 مائية من مائية تنتج منها 800 مائية 800 مائية صوديو و كلورايد يعني 80 مائية صوديو و 80 مائية كلورايد مجد متبقي و 20% بارتكل من نسبة معناها 8 مائية 160 و 20 اذا صار 180 مائية المن الاصل كانت 100 موليكول معناها 180 على مائية 1.8 هذا مائية صوديو مو كلورايد بحالة من بحالة صار 80 مائية تمام عيد ادي 100 موليكول من NCR ها تفكك تنقل 180 مائية فكك 80 800 شخص اتبيعها اقصد 80 NCR 80 إكلورايد جيد متبقي من 100 80 متبقي 20% هذا 20% هو حقيقة بقي NCR ما تبكر نحن 100 100 معناها 100 على 100 تمام يعني 100% ما ارجع اقول NCR كلها صار صوديو معناها 200 على 100 معناها 200 اعيد اعيد الميثالماتي عدي 100 موليكول من NCR تفكك 80% امطف 80 بارتكول مادا 80 بارتكول NA 80 بارتكول من بارتكول متبقي 20 بارتكول من NA CR اذن 80 زاد 80 زاد 20 صار 180 تقسيم الاصلي اليوميا صار عدي الباكتر 1.8 اذا في حالة النارو انترول هايزر بهاي الحالة المركب المراه يتفكر فساعدنا 0 بارتكول ايون زاد 100 بارتكول او اندوسي موليكول بتال ميت بارتكول مية على مية راح تطلع لنا واحد فالاندوسي بارتكول هي تعادل واحد اندوسي بارتكول بارتكول ويشاوي واحد شوف هذا المثال انه زينك صالفات اللي هو من زينك والصالفات بالتالي من نسبة نسفة 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 زينك ويطينا صالفات لواحدهم وعدنا يقع زينك صالفات وقت نسبة نسفة هي 40% معناها يطينا 40 زينك و40 صالفات والباقي 60 هو زينك صالفات من نسفة 40 زاد 40 زاد 60 يطلع 140 على 100 وبالتالي 1.4 هو الاندوسي بارتكول الاندوسي بارتكول زينك صالفات في هذا مثال انتفقنا حتى نعرف من طلع قيمة الاندوسي نحتاج الاندوسي لاندوسي ليطيناها الاندوسي والنبرا ايوان تدروه ممكن المركبات ممكن نشتغلها بحيث نطلع نسبة الاندوسي بس ممكن نعرف نظريا عدد الايوانات الموجودة فيها فاذا ما نطعنا نسبة الاندوسي اردنا ارقام ثابتة يعني كاستقرار نقدر نحفظهم او نطيهم بالسؤال انتم حاولوا تحفظوهم ونطيهم بسؤال عن طريقة نعرف الاندوسي فاذا بلو ما اعطيك النسبة بس انطيك number of ايوان dissociated to it يعني المركب راح يتفكت الى 2 ايوان 3 ايوان 4 ايوان 5 ايوان non dissociating هاذا الاندوسي فالواحد هو non dissociating or slightly 1.82 ايوان 3 ايوان 2.6 اذا dissociated to 4 ايوان 3.4 5 ايوان 4.2 هاذي فالواحد يعني حفظوها واذا احتمال بالسؤال نطيكم بس انتم مال اللي مبدئين راح تحفظوها نجعل simple isotonic solution simple isotonic solution اتفقنا انه هو solution اللي به sodium chloride concentration matter 0.9 percent weight per volume اذا عدنا محل sodium chloride نسبة 9 percent weight per volume اذا isotonic solution اذا اعطاني sodium chloride solution بس النسبة مال هي 0.5 ما احاول هذا 0.5 معناها hyper low hypotonic معناها hypotonic اقل من 0.9 اذا اعطاني 0.12 اعتبر hypotonic تمام نرجع بالمثال مقطيني 0.5 اذا هذا hypotonic الhybo قليل معناها لازم اضيف صوديو مو كلورايد حتى اصاعد النسبة بد اصاعد النسبة هذا 0.5 معناها 0.5 في غرام بر 100 مرموم انا رأيتها 0.9 اذا افترضنا الحجم هو 100 وعند 0.5 0.9 minus 0.5 يطلع 0.4 اذا لازم اوزن 4 غرام الكل 100 اذا اذا تركيز 500 في 5 0.4 يطلع لازم اضيف 2 غرام طريقة اخرى للتعضيل simple isotonic solution بالاستفادة من فاكتور اللي مر علينا المر بالسابق بالسلايدات القبض عندك معادلة ثابة تحفظها حتى تطلع isotonic solution الجدي عادي من اي مركب هذا تحفظها 0.52 multiplied by molecular weight of molecule على 1.86 multiplied by it is dissociating فاكتور راح يطلع عند الغرام احفظها سيطلع 100 gram of solute من هذا المركب 1000 gram للواتر هذا نعتبر isotonic هاي الكمية بال 1000 تعتبر isotonic هاي هاي فاعدة التحضير بحساب simple isotonic solution another procedure لمعرفة المكافئ لصوديوم كلورايد بالتالي يفيدنا بتحضير ال isotonic solution التهم سموه sodium chloride equivalent نحصل ب sodium chloride equivalent هو number of sodium chloride that will produce the same tonicity effect as one gram of the drug لل 1 drug يجد يعاد لكم قرام من sodium chloride لحتى يشوون نفس tonicity لذلك هذه معادلة موجودة تقول كيف نحصل على molecular weight of sodium chloride and dissociating factor of sodium chloride multiply by dissociating factor of drag on molecular weight of the drug this is equivalent equivalent if we ضرب the drug equivalent amount of sodium chloride represented by the drug sodium chloride and will use isotonicity sodium will apply the boric acid and sodium chloride and will give 12.3 كل ألف من الماء و 9.09 من السوديوم من الكلوريد كل ألف من الواتر نحصل على آيزوتونيك سوليوشين لتعادل ويامل ويلاكريمر فلوت أتساءل الدمين بمعناها 17.3 جرام من البورك أسيد تعادل بالتونيس التيلمن لل 9.09 جرام من السوديوم من كلوريد وبالتالي إذا 1 جرام من البورك أسيد يكافئ 9.09 تقسيم 17.3 أو يساوينا 2.52 جرام من السوديوم من كلوريد أو بالعكس إذا نقول 1 جرام من السوديوم من كلوريد حتى يعادل البورك أسيد 20 يساوينا 17.3 تقسيم 9.09 ويساوينا 1.9 جرام من البورك أسيد عدد قرامات السوديوم من كلوريد تعادل 1 جرام من المادة نحسب قانون ديسوسياتيين فاكتر مرات تطيق ديسوسياتيين فاكتر جاهز ومرات نفس الطريقة اللي استخدمناها بمعرفته وهنا بالسؤال إذا نلازم تحسب ديسوسياتيين فاكتر المادة ما البابا بري علم المطيقين أن نتحلل إلى 2 آيونز بنسبة تفق 80% إذا نفس الطريقة القديمة بالحساب عدنا معناه 88% وعدنا 20% تقسيم 100% يطلع الديسوسياتيين فاكتر عددك الموليكولار رويتماتهم وتحفظ التموليكولار رويتمات السوديوم من كلوريد هو الديسوسياتيين فاكتر مادة حتى تحصل على عدد الغرامات من السوديوم من كلوريد لتعادل 1 غرام من الدراج بالتوني سيتي اتفقنا الاكوبنانت وأنا أكررها حتى تتحولوها الاكوبنانت واليو هي عدد الغرامات السوديوم لتعادل 1 غرام من المادة حتى بالتوني سيتي فكرة الاسودوم كولوريد اكوبنانت فور غليسيرين الغليسيرين مضطيك نوت انه نون الكترولايت اذا ندسوسياتي فاكتر مادة اليد شو تقولهم 1.2.1.5.6 بمعنى نون الكترولايت اقول سلايتلي الكترولايت سلايتلي دسوسياتيين هذا نعتبر دسوسياتي فاكتر مادة اكلتو ذوان 1 وبالتالي ارحل السؤال يعني فكرة ها بالسؤال انه هذي دون الكترولايت مفروض تتعرف الديسوسياتي فاكتر هذا مثال كالكولاتي صوديوم كولوريد اكوبنانت فور تايملوود ما ليت بوش ديسوسياتس انتو 2 ايون انت هازم والفيرويت او ذا 432 هذا همورد حلوة دسوليابي في غوبيل كلاسروب طلاب مرت بينا ثلاث مراحل تقريبا معرفة حساب الايزوتونيك سوليوشيو مرة عدني بس صوديوم كولورايت وبالتالي اريد احقق النسبة اللي هي 0.9% و اكبر بوليوم عندي اقل اكثر المهم احقق هذه النسبة مرة الثانية هذا اللي اكوي ما يعادل او ما يكافل صوديوم كولورايت طلعت ال E وبالتالي هذا اللي عادل القرام الواحد من الترك يساوي بالتونسياتي عدد قرامات صوديوم كولورايت مرة يطيني الجد يصل به هاي الكترولات والمولكولورايت فاقدر اعرف اللي كوبينت عن طريق من عن طريق تطبيق قانون فالمولكولورايت على الديسوسياتي في الديسوسياتي فاكتر على المولكولورايت هدافة كانت مادة واحدة وهي صوديوم كولورايت اليوم اذا جتني وصفة بها A و B و B و B و صوديوم كولورايت شو اتعاملوا اياها او تجيني وصفة اصلا ما بها صوديوم كولورايت شو اتعاملوا اياها مبدئيا دراج A و B و C كل واحد منهم راح نضربها بمن ملتبلاي باي كوبينت ال E راح تطلع لي كمية الصوديوم كولورايت المعادلة كل ايجينت وراها اشوف الوصفة جدا تريد كم مول بها مثلا لي 30 مول انا داعي 0.9 9% ب 30 مول راح اطلع كمية الصوديوم كولورايت الكلية المعفروض موجودة فصاف عدي كمية كولورايت الكلية ناقص الضربتهم باي عادل راح يطلع الكمية المفروض اضيفها مراتي قلل لها تضيف صوديوم كولورايت راح اجيب صوديوم كولورايت هذا المطرحتهم اخليهم مراتي مراتي اطلع ماء صوديوم كولورايت اريد مادة مثال بورك اسد وهي البورك اسد تحسبها اذا كمية الصوديوم كولورايت قسمها على الاكوبيلانت تطلع كمية البورك اسد المفروض اضيفها حتى يصير غز اوتونك حتى تسهل الملاحظة السابقة اللي ستيب 1 و ستيب 2 ستيب 3 و ستيب 4 راح ناخد هذا المثال اللي يقول هاو من غرام صوديوم كولورايت يجب ان تستخدم الوصفة دفقنا هالمرة احصل الوصفة راح تدي وصفة سهلة مثل بايلو كاربين وزنه بالوصفة 0.3 غرام صوديوم كولورايت ستيب الماء بها هاي الحجم الكليماتها 30 موض مش طالة منك ميك ايزوتونيك سول موشين علم ان يستخدم اتفقنا اول اسد كل المواد نضربها ملتبلاي باي اكوبلنت فاكتر حتى نحوذها كأنما هي صوديوم كولورايت فالبايلو كاربين في الاكوبلنت فاكتر مالاتها يطلع عندك حلقة كأنما صوديوم كولورايت حدد غرامات صوديوم كولورايت الصوديوم كولورايت في الوصفة هناك كمية كافية ما حاجد لك لازم تعرف بالوصفة الوصفة كلها 30 مول متفقين احنا احنا نريد 9 بالمية يعني 9 بالالف معناها 9 بالالف المفروغ بالوصفة في 30 مول يطلع عندك 0.27 النقص 0.27 الكلي من الموجود بما يعادل صوديوم كولورايت يطلع 0.06 هذا الكمية المفروغة اضيفها الكمية المفروغة حتى يصير هذا المحلول طلابنا اللي احبه سأخذ لكم مثال اللي يحتاج انطبق به طريق 4 هنا شرائد بالسؤال يقول هماني قرامة بوريك أسد هالمرة لا يرد موعدنا صوديوم كولورايت راد موعدنا بوريك أسد اذا اهلم الطرر اهنا اطبق الاربع خطوات اللي هما كله سهلة اول مرة اجيب كل الدول موجود اضربها بالمالتل بلاي باكوبيلنت مالتل راح اطلع كمية الصوديوم موجودة بالوصفة بالتالي اضرب 1 بالمية في الاكوبيلنت مالتل نصف الاكوبيلنت بوريك هو مطلوب 60 بالمية هاي الخطوة لك اجيب على كل يدي و 60 بالمية اضربها فيه 9 بالالف راح يطلع لي سهلة كمية الصوديوم موجودة بالوصفة total ناقص الجزئ باني الموجودات حاليا راح يطلع لي بشكل احتاج من الصوديوم يكتل اللي هي step 3 لكن بالسؤال مام اريد صوديومي يكتل قال اريد بوريك أسد اذا اقسم هاي الكمية عن الاكوبيلنت ما الاكوبيلنت بوريك أسد سوديومي كلورايد تقسيم البوريك أسد ستضع عدد غرامات عدد جرامات بورقة أثناء أظيفة حتى يصير عدي إيزوتونيك سوليوشن خطوة الأخيرة بإستخدام إيزوتونيك نورمال سوليوشن لإستخدام إيزوتونيك سوليوشن هنا عدنا 2 أحسب الأولى أحسب عدي يحتاج صوديوم كلورايد الثانية عدد المولز أوف ذا ووتر المضافة وأنه أطرح مول الووتر من التوتال الباقي هو يمثل صوديوم كلورايد أحسبهم أضروفهم في الإكوبيلنت معادتهم وراها أحسب معادلة خاصة كمية الماء لجعل الإكوبيلنت عن طريق من هذه الإكوبيلنت ما يقومون بها؟ نحفظها نحفظها ملتبلاي بالإكوبيلنت باليو مادة على بوينت تسعة بالألف يساوي مول أوف ووتر خليب بالك نحفظها 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 بوينت توتو الخطوة الأولية نضرب بالإكوبيلنت وينتطلع بشكل عادل من السوديوم كلورايد الخطوة الثانية نطبق لدرج الفاكتر مادة في الغرامات بوينت تسعة بالألف راح تطلع الدك المول مع البروف ووتر الجد التوتال قال لك عشرين مول إذن أنا عدت عشرين ناقص راح يبقى هل قد إعادة صوديوم كلورايد اعتقد مفهومة وسهلة هذا البروف قروعة بتي سرعتكم استعابة أكثر المالدة نتمنى لكم كل التوفيق وأي سؤال هم موجود بقناة الكلام بالكلاسروم والموادن وأي سؤال أنا موجود تحضروا تدللون نلتقيكم على الخير وبركة إن شاء الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم